بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام يليقان بمقام سيد الأنبياء وأمير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا كل أمين آية في كتاب الله استوقفتني استوقفتني أمام رحمة الله سبحانه وتعالى حتى بالعاصي حتى بالإنسان الذي أعلن الحرب على الله بالمعصية الآية دي أنا بدعوك وإنت بتقرأ القرآن في رمضان أو لو متعود تقرأ أو لو متعود تختم فكر فيها كده وتأمل فيها زي ما أنا وقفت قدامها كده اسمع الآية الأول وبعدين هقولك في الرحمة ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتزلوا المساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطروا فإذا تطحرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آية ولا أرواح ربنا سبحانه وتعالى المفروض إن هو بيتكلم على الناس اللي متجوزة أصحاب العقد الحلال أصحاب العقد المشروع فالمفروض يبقى الكلام يقول فاعتزلوا نساءكم ما يقولش فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء بلفظ العموم إنما ليه ربنا سبحانه وتعالى جاب الآية بلفظ العموم مع إن الكلام كله المفروض بيتكلم على أصحاب العقد المشروعة أصحاب العقد التي اعترف بها الشرع الكريم والدليل على كده الآية اللي بعدها على طول ربنا بيقول نساءكم حرص لكم فأتوا حرثاكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم يعني الكلام المفروض ليا فيقول فاعتزلوا نساءكم لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينادي على العاصي بينادي على الإنسان اللي رايح حتى يزني فبيقول له تعالى خلي بالك لو أنت مش خايف على نفسك فرحمة ربنا خايف عليك لو أنت مش خايف على نفسك ومش حريص على نفسك فربنا حريص عليك سبحانه وتعالى عشان كده بيقول له حتى لو أنت رايح تعصيني خلي بالك إن فيه وقت حافظ فيه على صحتك وحافظ فيه على نفسك اوعى تعصيني فيه واوعى اتقرب للمرأة فيه بغض النظر اذا كنت في طاعة او في معصية عشان كده قال فاعتزلوا النساء في المحيض علشان كده هكلم كل واحد بعد ما كلمنا العصاه وبينا رحمة ربنا سبحانه وتعالى في الآية هكلم كل واحد عشان فيه ناس كتيرة مننا بتستهطر في ايام الحيض وتقرب زوجته او يقرب زوجته وبعدين مستهتر بالموضوع يا جماعة الموضوع جد خطير توقع تفتكر الموضوع حزار النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال ان الذي يأتي امرأة في دبرها لا ينظر الله اليه يوم القيامة خلي بالك طيب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد تخيل ان مجرد ان انت تأتي امرأة حائض او امرأة في دبرها انت تساويت مع من ذهب الى كاهن وجلس بين يديه وصدقه ومن ثم استحققت حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما انزل على محمد طب اسمع اخر خطبة لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال ايه منك حمرأة في دبرها او رجلا او صبيا حشر يوما القيامة وريحته انتا من الجيفة يتأذى به الناس يدخل النار يا الله الناس تتأذى منه حتى يدخل النار واحبط الله اجره ولا يقبل منه صرفا ولا عدلة ويدخل في تابوت من نار ويشد عليه مسامير من نار يا الله طب السؤال هو ايه الوجه ان ربنا منع سبحانه وتعالى عننا اننا اجامع الزوجة حالة الحيض الكلام ده حفاظ على صحتك انت حفاظا من منطلق الاسلام اللي قال ولا تلقوا بايديكم للتهلكة حفاظا من منطلق النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لا ضرر ولا ضرار الاسلام يا جماعة مش كله امر طاعة عبادة بس لا ده ربنا بيحافظ علينا ربنا بيحبنا ربنا بيحمينا حتى وان كانت هناك بعض النفوس الشاذة فربنا بيحافظ علينا وبيحمينا علشان كده اختم معاك الفيديو ده واقول لك طب افرد عم الشيخ واحد واقع على زوجته حال الحيض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حطنا الكفارة اما ان يكون هذا الكلام والدمه احمر يعني في اول الحيض او في وسطه فيبقى عليه دينار من الذهب الدينار تقريبا يعمل اربعة جرام وربع يعني يعمل تقريبا في شهر تمانية عشرين عشرين على حسام الدهب فيعمل تقريبا حوالي 3625 ولو هو في اخر الحيض يعني الدم اصفر يبقى هيعمل نصف دينار من الدهب يعني تقريبا عليه 1800 وقصور يعني في كل الاحوال انت عليك كفارة ليه لانك احملت في حق نفسك لانك اسأت لصحتك لانك فردت في حقك انت خلي بالك الموضوع ده مهم جدا علشان كده قلتلك ابينلك رحمة ربنا وبينلك تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الموضوع ده وبينلك الكفارة لو حضرتك وقعت وقبل كل ده وبعده لازم التوبة النصوح ولا تكون التوبة الا بالاقلاع عن الذنب وكسرة الاستغفار اسأل الله العلي القدير ان يحفظنا وإياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم